أهلا وسهلا بحضراتكم مرأة أخرى عزيزي المشاهدين جيانا فاروق جيانا فاروق اسم كبير له علامات كثيرة جدا عندما تتكلم عن هذه البطلة يجب أن تتكلم بمنتهى الاحترام بمنتهى الأدب بمنتهى الاحترام لأنه في النهاية هي تمثل المرأة المصرية وفي نفس الوقت هي تمثل الرياضة المصرية بمنتهى الاحترام وبمنتهى الأخلاء جيانا فاروق زيكا جيانا زيها هيك أخبارك إيه؟ الحمد لله نوارة نروح هيك عملة إيه؟ زيها في الحمد لله دمية تمام كله زيها في الحمد لله أخباري الحقيقة إيه بعد الميداليا الأولمبيكية؟ والله يعني أنا مش عارف حقيقي عارف ولا أنا أعلنت اعتذال على طول بعد الأولمبيكس يعني فلسا بقى مش تعودة على الحقيقة من غير تمارين ومن غير الكاراتي هل ده كان بسبب أن الكاراتي مش هيخش الأولمبياد الفترة اللي جاية؟ ده حقيقي أنا أنا يمكن كنت قبل كمان ما الكاراتي يخش الأولمبياد في 2016 2017 كنت بطلت سنة وبعد كده لما تأكدنا من دخول الكاراتي رجعت مخصوص عشان حلم الميداليا أولمبيا وكان عندك الأمل وكان عندك أنا يريد تشرح لنا بس القصة من البداية لأن حضرتك النهاردة سيدات مصريات فاضلات كتير جدا في مصر بينظروا لجيانة فاروق على أنها وهي الحقيقة أنها بطلة يجب أن تكون الناس كلها تنظر كيف وصلت إلى هذه الميدالية هي الميدالية نجاح نجاح من خلال ناديكي ومن خلال ناديكي طبعا وكل حاجة ولكن في نفس الوقت هو مجهود كبير من سيدة مصرية في نادي كبير زي نادي الأهلي والله أنا حلم الأولمبيكس بدأ معي من 2004 من ميدالية كابتن كارم جيبر طبعا كنت لسا طفلة صغيرة ويعني كابتن كرم من الناس اللي أنا تربيت على أستريتها في صراحة فبس ما كانش في إيدي حاجة عملها لأن ما كناش لعبة أولمبية يعني الكاراتين ما كانش ضمن الألعاب الأولمبية فكانت أقصى حاجة عندنا هي بطولة العالم بتاعتنا دي أقصى حاجة ممكن نجيبها فلا كان في دماغي أصلا في بداية اللعب خالص احتراف ولا بطولات ولا أي حاجة كفكرة الرياضة جدت بنسبة لنا في البيت إن هم في البيت بابا وماما عايزين يلعبون حاجة نضيع فيها وقت فراغنا علشان إيه نحافظوا على أولادهم بس يعني نحافظوا على أولادهم واجهوا والمراهقة وسن المراهقة وكلام ده يبقى فيه حاجة مفيدة في حياتنا لحد لما يعني أنا عادت من ست سنين لعشر سنين بلعب كتا كنتش بحق أي حاجة خالص لحد لما عملوا أول سنة كوميتي بنات تحت عشر سنين ساعتها في حد من المدربين قال لي أنت طويلة وأطرافك طويلة وهتنفعي في الكوميتي خشي جرابي ساعتها عملت تيلة قاهرة وخامس جمهورية ومن السنة اللي بعدها بقى أول قاهرة وأول جمهورية لحد لما انضميت لمنتخب مصر في 2009 منتخب الناشئين بدأ بقى الحلم يكبر معي شوية بشوية من بطولات جمهورية لبطولات دولية طب من بطولات دولية الأفريقية طب من أفريقيا العالم وهكذا لحد لما الحمد لله خلال مسيرتي قدرت أن أحقق 11 مدليا في بطولات العالم 8 دهب و 3 برونز غير طبعا 6 أفريقيا 4 بحر متوسط 2 عرب دورتين ألعاب متوسط دورتين ألعاب أفريقيا غير 45 مدليا متنوعة في البطولات الدولية عامة تانية 45؟ 45 طب أقوم أمشي لا يكتشي زي بما أننا نتكلم عن المدليات وعن مشوار طويل لجيانة فاروق خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم حفرت اسمها بأحرف من الذهب والماس في سجلات التألق والمجد في لعبة الكاراتي بعدما حطمت الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر هي اسم يعرفه الجميع في مصر ولم لا؟ وقد رفعت العالم المصري عاليا في سماء توكيو وتحديدا خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في اليابان بعد أن توجد بالميدالية البرونزية بعدما أدرجت لعبة الكاراتي لأول مرة في الأولمبياد هي النجمة الأهلوية جيانة فاروق بدأت جيانة رحلتها مع الكاراتي في عمر ست سنوات داخل جدران النادي الأهلي بالصدفة كانت تتدرب في السباحة وقررت ترك السباحة والانضمام إلى الكاراتي استهلت مشوارها في كوميتي كاراتي تحت عشر سنوات مع النادي الأهلي ونجحت في الفوز بالمركز الأول على مستوى القاهرة وعلى مستوى الجمهورية كما حصلت على ميداليتين ذهبيتين في وزن 61 كيلو جرام كوميتي للسيدات في بطولة العالم للكاراتي بألمانيا عام 2014 فازت بالميدالية ذهبية في وزن 61 كيلو جرام كوميتي للسيدات في بطولة العالم بالنمسا عام 2016 تويجت بالميدالية ذهبية في الألعاب الإفريقية بجمهورية الكونغو عام 2015 وألعاب التضامن الإسلامية بإندونيسيا وألعاب البحر الأبيض المتوسط بتوركيا عام 2013 وهذا قليل من كثير خاصة وأن جيانا تربت داخل جدران القلعة الحمراء على المدى المعروف وهو التتويج بكافة البطولات مهما كانت صعوبة الأمر قليل من كثير بالفعل هذه الجملة هي جملة مهمة جدا لأنه زي ما كانت جيانا بتقول قبل بداية التقرير وهي 45 ميدالية وهي أعتقد أن رقم كان من الممكن أنه يدخل في موسوع الجنس نحن بالفعل حاولنا أن نقدم في الموضوع ده بس يعني ترد علينا أن الفئة دي من التقديم ما بقيتش موجودة لكن 45 ميدالية بشكل متنوع في كل حاجة سوري يعني عالم وأفريقيا والمبياد والمبياد طبعا لازم أدخلها وهي الميدالية الأهم في وقت أعتقد أنه هو مش طويل قوي برضو يا جيانا أنا بقالي 21 سنة بلعب كرافين هذا على مستوى 21 سنة على مستوى 21 سنة بس يعني ممكن نقول أن البداية في الحاجات دي من 2009 من أول دخولي منتخب مصر الناشئين هل في احتراف يعني معرفش أوصفها لك إزاي إحنا الاحتراف في كرة القدم أو الاحتراف في السلة أنا بجيب اللعب بتعاقد معه بديله مبلغ من المال ولكن هل ده بيحصل عندكم؟ بيحصل وتعرض علي أن أنا ألعب باسم كذا نادي تاني بس أظل الأهلي في القلب مستحيل الحمد لله نحن نشوفنا الفترة اللي فاتت حاجات كتيرة جدا ولكن يظل دائما النادي الأهلي في القلب مش عايزة تدخلك في هذه الأمور لكن في النهاية أعتقد أنه بعد الفترة دي إزاي تقراري أن أنت تعتزلي بعد ما وصلت أن أنت خدتي الأولمبياد أولا لكن أعتقد أن أنت كان عندك وقت تاني تقدر يتكملي فيه والله القرار بالنسبة لي ما كانش سهل خالص يعني أنا أنا كنت من النوع اللي بيتنفس كاراتي حياتي كلها قضيتها جوه المعسكرات والتدريبات والوطولات وعشان كنت أوصل للليفل ده في اللعبة فأنا أصلا كنت عاشقة لكنت مهوسة كاراتي يعني أنا في حاجات كنت بعملها جوه التدريب الناس لما بتسمع أنا كنت بعمل كده بيقولوا دي واحدة مجنونة يعني مش حاد بيعمل الكلام ده أنا كنت بطعب جداً كنت بشأة جداً جوه التمارين فكان قرار أصلاً الاعتزال بالنسبة لي كان صعب جداً جداً أن أنا أخد حاجة زي دي بس أنا مؤمنة دائماً أن الحياة مراحل ويمكن دي نهاية مرحلة الكاراتي بالنسبة لي كلعبة بس بداية مراحل تانية برضو ممكن يبقى لها علاقة بالكاراتي سواء في جزء إداري أو في جزء تدريبي أو تحكيمي يعني على حسب ما هشوف هحب أن أنا أشتغل في أنهي جزء وعاماً لسه بقى في مجال الرياضة بإذن الله لسه ما فكرتش يعني لسه لم يصل إليك التفكير أنا أحب أكتر للحتة الإدارية ميلة أكتر للحتة الإدارية عامتاً في مجال الرياضة مش شرط بس في الكاراتية في الكاراتية لكن بشكل عام يعني بشكل عام ممكن تتجهي لجنة أولمبية حاجة أولمبية برضو ممكن لجنة أولمبية ممكن مجلس إدارة الندي الأهلي نتخبات الجاية يعني أتمنى بإذن أهلي طول عمر وبيتي وأتمنى أن أنا أخدم في الندي الأهلي يعني من الممكن أن أن تخدمي أعضاء جماعي الأمامية في الندي الأهلي من خلال وجودك كعوض ومجلس الدرافير الاهلي ده. بس لسه بدري ده لسه 3 سنين. لسه بعد انتخواتي جاية ان شاء الله. انا اديك الصحة. لكن طيب. تنصح ايه بقى البنات في مصر. انه لما تقيديك تيجي تتكلم عن الكاراتي. اوكي الكوميتي لعبة. او يعني نوع من انواع الكاراتي قد تكون مختلفة شوية. ولكن لما تيجي تتكلمي بقى على شكل العام للكاراتي. حاجة يعني. حاجة كلها رجالة اول. الناس بتشوفها في هذا الاتجاه. فمحدش كتير بيحاول يودي بنته لهذا العمر. انا دايما بصنف الكاراتيب النسبالي من الالعاب القتالية الغير عنيفة. لان احنا مش بنعتمد على الضرب او قوة الضربة. احنا عندنا رولز بتمنع ان انت تصيب اللعب لقدامك. في مسافة معينة لازم تحافظ عليها في الضرب. في حاجات اخلاقية كتير لازم تحافظ عليها جوه الملعب. فهو الموضوع بيعتمد اكتر على السرعة. واتخاذ القرار وسرعة ترد فعلا جوه الملعب. وانك تعرف انك تفكر بسرعة وتنفذ. وتبقى المسافة كمان مزبوطة. عشان النقطة تتحسب لها كريتيريا كبيرة. لازم ان انت تتحققها كلها. فانا بحس ان الكاراتيب مش لعبة عنيفة. على قد ما هو لعبة تعتمد على الزكاء وسرعة ترد الفعلا. الكوميتي بقى يعني مش رحلنا يعني ايه كوميتي. الكوميتي ده الفايتينج اللي انا بلعبه اللي كان ظهر في التقرير. في جوزء تاني اللي هو الكاتل هي الستايلينج. ان فيه حد بيقف يقف يقدي مجموعة حركات على الملع. كأن فيه حد اصاده او منافس اصاده بيقدي عليه المجموعة الحركية دي. ده الفايتينج. ده الفايتينج ده الكوميتي. نشوفوا ده اللي هو الفايتينج. ده ناحية التانية بقى اللي هي الحاجات التي تتعبوا في الهواء كده. نعملها كلنا واحنا صغيرين. انا متخيل ان معظم الشباب والشابات الصغيرين بيروحوا للمعرفش ليه. يعني سباحة وتنس وكاراتيه. انا في الاول بدأت سباحة. مش هالفك على حياتك. يعني انا الكاراتيه جي معايا بالصدفة البحثة. حكينا طيب القصص دي. القصص دي ملهمة للشباب خلي بالك والبنات اللي بيتفرجوا عليك. احنا يعني زي اي حد من الاهالي فعلا زي ما حياتك بتقول اول حاجة بتيجي يا اما كورة بنسبة لولادة يا اما سباحة يا اما يعني اللي هي الحاجات دي. ففعلا بدأنا في الاول بالسباحة. اوكي. وصالت الكاراتيه ساعتها في النادي الاهلي القديمة كانت جنب حمام السباحة. كانت عند صالة البينج بونج. فبالصدفة انا مخلصة تمرين وطفلة بعد 6 سنين بلعب حوالين البول وفتاع. فليت تمرين كاراتيه شغال ولا عرف اصلا اللعبة دي كان اسمها ايه ولا مين دول. انا شفت الناس بتدرفوا بعض وعملت اعمل قصة. حاجة لطيفة. قلت بس هذا هو ازوقي قاعد. اخوش اجرب. اه قاعدت بقا تفرجت على التمرين للاخر خالص. وروحت بقا قلتولهم ايه عايز اجرب بلعب اللعبة دي. ذات من هنا بقا. كان كم سنة كان عندك؟ 6 سنين. 6 سنين ساعد. باباكي ومامتك ما تكلموش في القبر. خالص دلعكس شجعهم الموضوع جدا. وكانت برضو الفكرة برضو بنسبة لهم في الاول. نعلمها حاجة تعرف تدافع بها عن نفسها. ولا كان في دماغهم برضو احتراف ولا بطولات ولا ايه حاجة خالص من الكلام ده. اه ولكن هي كانت البداية. ان انت يدافع عن نفسك ازاي. اه بس كده. ما كانش فيه حد فيهم بيلعب يعني ولا الوالد ولا الوالدة ولا كانوا بفكروا بيلعب كاراتي يعني. لا كاراتي بابا كان بيلعب كورة وملاكمة وماما كان بيلعب باسكتبول وتنس. بس يعني العيلة رياضية بس بعيدة عن الكاراتي. الاصلة اصلة رياضية ولكن بعيدا عن الكاراتي. اه بالضبط. لكن انت اللي روحت لتوله ما انا عايزها. وانا انت عندك ست سنين. بالضبط. خلي بالكو على نفسك وبقى شمات. طيب. مين صاحب الفضل الاول بعد قصرتك يعني في الوصول للوصلة لوجينة؟ هو طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى وبعد قصرتي انا بديم بالفضل لمدربي وابويا واخويا الكبير كابت محمد عبد الرجال. هو صاحب البصمة جواه تاريخي طبعا فيه ناس كتير ليها فضل علي. انا بعتبر ان كل مدرب قال لي كلمة بسيطة او نصيحة حتى لو ما مرنيش. فهو ليه فضل علي لان اكيد فرقت معي واكيد حسنت من مستوية. بس نقدر نقول ان هو كابت محمد عبد الرجال هو المدرب بالضبط اللي كون شخصيتي كمدرب. وطبعا يعني الاب الروحي لكل لعيبة الكراتي في النادي الاهلي الدكتور مراد عاصم رئيس الجهاز عندنا. هو اللي كان برضو من وانا صغيرة شايف هي بطلة ويا مأسي علي عشان يطلعني. عرفت فايدة الازواء دي ايه بس يعني طلع رجالة من النادي زي ما بيقولوا يعني. بسم الله ما شاء الله. طيب دور الاسرة برضو الاب والام في وصول دايما بحب تتكلم في هذه الامور لانها زي ما قلتلك انت بالنسبة لبنات كتير والولاد كتير. المثل نفسها تبقى زيك يعني. والله انا بقول ان لو ربنا بيوزع الارزاء 24 اراد فانا ال 24 اراد بتوعي جوهم في عيلتي بصراحة وفي اهلي. كانوا دعمين جدا جدا وكانوا فيري سببورتيف. تعبوا معي كتير قوي قوي. يمكن بابا وماما طبعا هم اللي كانوا من وحنا صغيرين بقى بيجروا ورانا في التمارين وبيوصلونا وبيجيبونا. يمكن ماما اكتر شوية يمكن بابا برضو كان شغله بياخدو شوية. ماما من وانا صغيرة لحد اخر تمرين قبل اولمبياد توكيو. وهي حاضرة معي كل التمارين ومتقوموا موجودة معي في كل التمارين. اخواتي طبعا ياما ياما ضغط البطولات ده اثر على البيت وكان فيه تنشانة. وهم استحملوا ده واستحملوا زروفي وساعدوني كتير. وكانوا دايما بحس ان هم في ظهري وفخرين بيه. سواء انا ربنا اراد ان انا اعمل مدالية او ما اعملش. هم كانوا على طول فخرين بيه ويمكن ديه الحاجة اللي كان دايما بتشجعني. طيب بما اننا بنتكلم عن دول الأسرة ان شاء الله في الجزء الاخير من هذه الحلقة. هيكون معنا والد جانا فاروق الاستاذ محمد فاروق. وهو برضو هيعرفنا برضو او يقول لنا لانه مخرج كبير الحقيقة في التلفزيون المصري. هيقدر يتكلم معنا بقى في يقول لنا برضو ساميل بتعمل ايه عشان ما تبقاش تتنطط علينا وتقول لنا الساس محمد فاروق. هيجي بقى يقرس لك ودانك النهاردة. طيب تعاملك كان في الدراسة مع التدريب بيبقى ازاي. يعني كل اب وكل ام عايزة بنتها تبقى لعيبة كويسة وكل حاجة تتتتت. لكن في نفس الوقت اهم حاجة تكوني دكتورة. خليلي اقول لها ياكل. هي حصلت طبعا الخناقة بتاع السنوية عامة ان البيت انقصم نصين نص لقى تبطل وبقى وتركز في السنوية العامة عشان تجيب مجموع. وخصوصة التلعاب لعبة برضو يعني كنت بدأت بقى بطل تعلم وكل حاجة جبت بطلات تعلم بس برضو هو يزال عندهم برضو التعليم هو رقم واحد يعني. فالنص يقول لك لا تقعد عشان خاطر المذاكرة والامتحانات وكده والنص التاني لا وتكمل ولحسة كثير عليها وكده. بس بصراحة هم سابوا لي انا حريتي باختيار في حاجة زي كده وجمت كلموا معي وقالوا لي ده قرارك فكري كويس وخدي بس خليكي عارفة انك هتتحملي نتيجة اختيارك ده بقيت حياتك. وانا عدت فكرت مع نفسي وجيت قلت لهم انا باذن اللي هكمل في الاتنين وباذن الله ربنا هيقدرني وهجيب مجموع. فعلا جبت مجموع ودخلت سيدالة انا خريجة سيدالة القاهرة. ايه ده؟ دكتورة. ده انا كنت بقول كله بالزور. لا لكن في نفس الوقت يعني هل ده اثر عليك ما اعتقد ان هو هيؤثر بشكل سلبي مليون في المية كفاءة المعسكرات كفاءة التمرين. زي ما بتقول انت قلت قاسي على نفسك جدا في التمرين عشان توصلي للمرحلة دي. وبالتالي مع صيدالة؟ انا تقريبا مكنتش بنام. يعني انا لما دخلت صيدالة كان يومي بيبدأ من بعد صالة الفجر تقريبا. كنت بقوم انزل اعمل تمرين. وبعد كي اطلع على الكلية وارجع من الكلية اعمل تمرين تاني. ولايح ساعة او ساعة ونص وعمل تمرين تالت. لا لا. والله اه واليوم كان كده. لو مثلا تبقي لي ساعتين او تلاتة ممكن اقرا فيهم حاجة مثلا لي علاقة بالكلية او اذاكر. ونام مثلا على ساعة 12 واليوم يبدأ من خمسة فكان عدد ساعات نومي اقل بكتير من اللي المفروض اي حد ينامه. بس كانت هي دي الطريقة الوحيدة اللي اقدر اوفق ما بين الحاجتين يعني. بيتيقلي في المعسكر كنت بتريحي اكتر. تيقلي معسكرات منتخب معسكرات كده. انا من المعسكر اطلع على الكلية وارجع دقالة. احنا كلية عملية لازم لازم اكون حضرة معظم. وخدتيها مرة واحدة. خدتها الحمد لله في خمس سنين. الخمس سنين في الخمس سنين الحمد لله. تتكلمي جد؟ اه والله الحمد لله. لا جامعة دي لازم يعني جيانا لازم نهنيها كلنا على الاداء اللي في الكور. والاداء كمان اللي في الدراسة الحقيقة لانه. طيب بقولك ايه؟ مفيش دواء معين توصفهولي عشان انا ما بنامش كتير. وعايز انا. طيب. مسألك الاعلى بقى مين في الكاراتي. وهكلمك برضو في الكورة. بتحبي مين في الكورة؟ بالنسبة للكاراتي. من احنا اطفال صغيرين. واحنا كنا شايفين دكتور مهند مجدي. عضو اجلس الادارة. هو مسألنا الاعلى في النادي. وكان راجل بطل عالم ودكتور اسنان. فكان بالنسبة لنا مهند مجمع كل حاجة. من احنا صغيرين. ومهند هو كان مسألنا الاعلى في الحتة دي. في الكاراتي. والحد دلوقتي يعني هو اخويك كبير. وانا بعزه جدا. وعندي مشكلة ليه علاقة بالكاراتي. دايما بلجأ لمهند. يعني بحب اتكلم معي كثير يعني. اما بقى بالنسبة للكورة. بتحبي الكورة اساسة بخارجي ولا؟ انا مش كروية قوي. بصراحة مش هتحك على حضرتك يعني. لان بشوف ان الكورة ظلمت الالعاب الفردية عندنا في مصر بشكل كبير. فيمكن ما كنتش باهتم قوي بالفرجة. بس فيه طبعا متشاط منتخب او متشاط الاهلي بقى عودة اتفرج. بس مش مش اي متشاط عودة اتفرج عليها. لازل تبقى حاجة مهمة. او حاجة مهمة يعني بالنسبة لي. سواء بقى ماتش النادي الاهلي او ماتش منتخب مصر. وطبعا يعني نجمنا ونجم مصر محمد صلاح. ومش بحبه للحطة الكروية برضو. انا ما بفهمش كورة قوي. بس بحب دماغه. بحب شخصيته ودماغه. بحب طريق تفكيره يعني. طيب. مستقبل الكاراتي في مصر هي بعمل ازاي شايفة ازاي؟ والله الحمد لله مصر من اوائل الدول على العالم في الكاراتي. احنا عندنا ابطال العالم كثيرة جدا جدا. عندنا لعيبة على اعلى مستوى. يكفي ان الاولمبياد اللي فاتت. كان عندك خمس لعيبة من مصر مشاركين في خمس ايفنتات من التمانية اللي كانت موجودة. فدي كانت حاجة كبيرة قوي بالنسبة لنا. مصر من 2012 او قبل 2012. وفي بطولات العالم دايما لازم هتلاقي لعيبة مصرية طلع على البوديوم. من اول 2012 لحد دلوقتي مصر على طول في انجازات بالنسبة لعبة الكاراتي. فيعني حتى باشادة الاتحاد الدولي للكاراتين لعيبة مصرية من اجمد اللعيبة اللي موجودة على مستوى العالم. وفيديوهاتنا بتتاخد ومشاطة بتتاخد وبتدرس في كذا حاجة. ليه رجعوا الكاراتي في الأولمبياد وبعدين طلعوا مرة تارية؟ مش فاهمي القصة لو سمعتش رح يا عالم. احنا بالنسبة لنا احنا مكناش لعبة أولمبية. بس البلد المستضيف من حقا ان هي تدخل أربع ألعاب جديدة. فبما ان الأولمبياد الفاتج كانت في توكيو في اليابان. فطبعا هي منشأ لعبة الكاراتي. فكان من ضمن الأربع ألعاب الكاراتي. فدخل الكاراتي ومعي ثلاث ألعاب تانيين. في باريس أربعة وعشرين. خلوا الثلاث ألعاب التانيين. وشالوا الكاراتي وحطوا مكاننا البريك دانس. البريك دانس؟ إن شاء الله. عشان باريس. طب ليه الكاراتي مش لعبة أولمبية؟ من عايز أفهم إيه المغزى يعني؟ لحاجات كتير أولا. أكبر حاجة ان احنا لعبة تقديرية. وبتعتمد على قرار الحكم في الأول وفي الأخر. يعني مش داي تاي كوندو مثلا فيه سنسور أو حاجة. لما بيدرف فيه السنسور هو اللي بيحسب البوينت. لأ إحنا اللعبة كلها بتعتمد على إن الحكم شايف إذا جاءت دي نقطة. ولا مش نقطة شايف إن اللاعب ده كان أحسن. ولا اللاعب ده كان أحسن. ويمكن للأسف دي حاجة من اللي أنا عانيت منها ساعة موتش السامي فاينال في الأوليمبيكس. إن الظلم اللي حصل لي كان بسبب قرار الحكم. فبالتالي قال لك من وجه عشد مغنى يعني. بالضبط. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي كانت بتخليك كاراتين ما يخشش في الأوليمبيكس يعني. فعشان كده دخلوه في اليابان وبعد كده ممتنعين مرة تانية. وبس بنحاول في 2028 بإذن الله إن هو يبقى موجود. إزاي بقى؟ بنحاول نرجعوا تانية ضمن الألعاب اللي تخشوا. وبعد كده بإذن الله يتثبت ويفضل جواه على طول. طيب. أعتقد إنهم بتبقى بالتصويت. مش كده لو يعني لو لعبة بيتم إضافتها في اللجنة الأوليمبية. لو بتضاف يعني بدون ما تكون استثنائية. أعتقد إن هي بتبقى بالتصويت في اللجنة الأوليمبيكس. بتتجرب كذا سنة جوه الأوليمبيكس. يعني ممكن تتجرب دورتين أو ثلاثة. وبعد كده. دورتين أو ثلاثة. دورتين أو ثلاثة. نشر سنة. مع مصر التصديف 2036. 2036. 14 سنة إن شاء الله. نتعشم طبعاً. ما عندنا طموع كبير في هذا الأمر. طيب أحلامك أنت بقى الخاصة والمستقبلية بالنسبة للكاراتي. أنت بتحلامي بإيه؟ بتفكري في إيه خلال الفترة اللي جاية؟ والله بالنسبة لي أنا الفترة اللي جاية. أحب أن أنا أشتغل على حتة مساعدة الرياضيين. أن هما يتخطوا العقبات والحاجات اللي هي بتواجههم. بحيث أن هما لما يجوا في أولمبياد باريس 24. يعني كل الحاجات اللي إحنا كنا بنقع فيها. أو المشاكل اللي بتواجهنا. هما ما يقعوش فيها. أن هما إن شاء الله في باريس 24. يقدروا يعملوا أكتر من الست مدنيات اللي إحنا عملناهم في توكيو. وأتمنى بقى أن في الفترة الجاية كده عندي شوية خطط ومشاريع حياتي. أتمنى بإذن الله أن أنا أتوافق فيها بإذن الله. طيب لغاية ما تفكري عايز تتكلمي في المشاريع دي ولا لا. خلينا نطلع نشوف التقرير آخر عن جانا فاروق مع جمهور الناد الأهلي. ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. بتشرفي الأهلي دايماً وبتشرفي مصر. وأقول أن أنت كان ميلاد بطرة كان على إيدنا في المنتخب. وكنا بنشرف بيكي وبنعتز بيكي. وعايز أقول لك إذا أنت قررت الاعتزال فالخبرة اللي اكتسبتيها لازم تصدريها للأجيال اللي جاية. لأنك كنت بطلة بمعنى الكلمة وصبورة وحبولة وشرفتينها. يا دي فخر كبير لمصر. ولل يعني للنادي الأهلي. وللمرأة عموماً. وده تكريم يعني أقول لحضرتك. من شاندر نوفيها أهل. لأن احنا نتمنى أن كل يمشي يعني على الخطاها. بنبعت لها رسالة حب نقول لها ألف مبروك. انت شرفتي النادي الأهلي وشرفتي مصر. إحنا كلنا بنبقى مبسوطين جداً لما حد من ولادنا في النادي أو من مصر ذات نفسه ياخد حاجة عالمية. بنبقى حاجة بتساعد الناس كلها. نأمل إنها تمالي وبعدين عايزين مراكز متقدمة أكتر من كده. عايزين نزود الناس اللي بتهرحنا ونشكرها ونقول لها جؤون ربنا يوفاك. أقول لها ألف مبروك وهي واجهة مشرفة وجميلة وربنا يوفقها. وإن شاء الله تبقى فخر مش للنادي بس البلد كلها معي. طبعاً في الأول بنقول مبروك لمصر وبنقول مبروك للنادي الأهلي. وبعد كده نقول مبروك لجيانا. وفخر المصر طبعاً إن العابة زي دي تكون من بنات النادي الأهلي يتم تكرمها عالمياً. ويتم تكرمها دلوقتي محلياً في بلدها وفي ناديها. ما شاء الله عليها ده فخر المصر وربنا يوفقها ويقدم لها كل خير. أنا ببرك لها وبقول لها ألف مبروك وربنا يوفقك ودايماً يا رب يا رب في فوز دايماً. ورفعتي رأس النادي الأهلي المرفوع أساساً لأنه هو نادي الكون. ونتمنى لها التوفيق والنشاط أكتر وأكتر بإذن الله. أشكرها على اهتمامها باللعبة الجميلة ديت وأن هي قامت بدور جامد ورفعت مصر على مستوى العالم. موسيقى جمهور النادي الأهلي تقول له إيه؟ تقول له أحلى حاجة في الدنيا يعني جمهور عظيم وجمهور رائع. وأنا بتشرف أن أنا لعبة في الأهلي والناس دي هم جمهور اللي كانوا دايماً في ظهري. ويمكن موقفهم معايا بين أوي ساعة موتش السيمي فاينال واللي حصل ساعة أوليمفيات طاكيوليت. الناس دي كلها في ظهري والناس كلها بتشجعني والناس كلها زعلانة عن اللي حصل. فشكراً لجمهور النادي الأهلي ودمتم دايماً فخرة وعزة للنادي الأهلي. حطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل معه. تهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين. تكريم الحقيقة بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة. أعتقد تكريم رائع في وقته يعني. ده حقيقي أنا ما كنتش متوقع خالص أن أنا ممكن أوصل للمرحلة الأخيرة. اللي هو ده من أفضل ثلاث مرشحات. يعني سجلت في الموضوع ونسيت حتى الموضوع. نسيت خالص والله يجم قبلها بكام يوم. لقيت فيه تليفون بيجي لي وانت ضمن الثلاثة المرشحات للجائزة. وطبعاً يعني الجميلة هداية ملاك والجميلة بسانت حميدة. تلات مرشحات كانت أسماء كبيرة طبعاً. يعني في وسط هداية ملاك والجميلة بسانت حميدة يعني. بنتين من أجمل البنات المصريات اللي في الرياضة المصرية عمتاً. وعملوا إنجازات لمصر كبيرة. فكان بالنسبة لي والله ما كنتش متوقع خالص أن هي. هترسي علي أو أن أنا ممكن أكسب. يعني الجايزة أنا كنت راحة مبسوطة أن أنا في وسطهم. ورايح أقضي ومين حلوين وأشوف صحابي وخلاص. بقى بص رقيت بيت نده على إسمي. ويتش مصدقة أن هم أختاروني فعلاً. ما كنتش بتعرفي من قبلها يعني. لا لا ما كناش عارفين. لا لا يعني الحد ما كنا عادين ما حادش فينا عارف مين اللي هيكسب ومين اللي مش هيكسب. وإحنا رايحين بقى أي واحدة فينا كتتاخدها كتتبى برضو. يعني فخر لرياضة المصرية يعني. بس حاجة جميلة جداً أن تم تكريمك في هذا المحفل الكبير أعتقد. ولي رياضة المرأة تحديداً أعتقد شيء جيد جداً. أكيد طبعاً يعني. هم كمان من الدول اللي بتهتم قوي قوي بالحتة بتاعت المرأة والرياضة بتاعت المرأة. فكنا هم يخطروني بحاجة زي كده كان بالنسبة لي كبيرة يعني. طيب من ضمن البطولات اللي ختيها أنهي بطولة أصعب بالنسبة لك. طبعاً يعني هنركن بقى أولمبياد دي على جنب. طبعاً هذه أصعب حاجة وقصة تانية خالص. بس يمكن من أصعب أو أغلى المدليات على قلبي. هي مدلية بطولة العالم للأنسات 2014. لأن كانت أول مشاركة لها أصلاً في الأنسات كنت جاية من الصغيرين. كنت أصغر لعبة في البطولة كلها مش بس في منتخب مصر. وما كانش عندنا بنت قبل كده جابت دهف بطولات العالم للأنسات. فكان ده بنسبالي حلم كبير. ويعني كنت طلع لهو إيه والله جبتها قديني عملت إنجاز. ما جبتاش كيك ما حدش هيلومني على حاجة. أنا أصغر واحدة أصلاً في الفرقة كلها وفي البطولة كلها. والسنة اللي بعدها نجرب. والحمد لله كان فضل ربنا كبير قوي قوي علينا في البطولة دي. ساعتها جبت دهب الفردي وجبنا دهب الجماعي كمان. فبالنسبالك دي كانت أحلى فرقة. دي كانت أغلى أغلى مداليا. عندك هوايات تانية يا جينا. يعني الكراتير ياضى. عندك إيش أيه هويتك في يعني مش عارف. في وسط الصيدالة وفي وسط الكراتير. إيه كانت هويتك؟ والله أنا بحب. متخرجي بينها من ضغوط يعني. بحب أطبخ لما ببقى عندي وقت يعني. عاندي وقت مزاجه راية. بحب شوية المبخ يعني. فعلا؟ تعمل إيه بقى؟ بعمل محشي حلو. وبعمل سنة من حلوة. يعني بعمل كل الحاجات الطبيخية العيقة الحلوة. بعد طبعا بقى الحاجات الريقية الكوارع و العكاوي والكلام ده. لا، ما بجيش نحي ده. المرخية والسبانة والألقاس. لا، الكلام ده جاي. أي حاجة بصالصة تمام ماشي برضو. شهد. طيب لو أنت قاعدة في المعسكر ممكن تقري ما عندك شوية أخرى يعني في بيتك أوكي لكن لو أنت قاعدة في معسكر قاعدة في حاجة بتعمل إيه؟ لو أنا عندي وقت فراغ داخل المعسكر لأن أنا طبعا كان معظم لو عندي وقت فراغ كنت بقاعدة بذاكر غالبا كنت بتفرج على أبطال أولمبيين قبلي كنت بحب دائما تفرج على عموما كنت مهووسة بكابتن كرم جابر وكابتن رشوان ربنا يا ربي يدي له الصحة يعني أنا تعلمت منه الأخلاق تعلمت أن الرياضة أخلاق من كابتن رشوان كابتن كرم جابر علمني أن اللي عايز جامل حاجة هيعملها يعني كابتن كرم جاب في 2004 وما لعبش 2008 وجي في 2012 جاب تاني فأنا من الحاجات اللي فرقت معايا قبل أولمبياد توكيو زيارة كابتن كرم جابر ليه في المعسكر أنا كنت هموت واشوفهم الليل وانا طفلة يعني أخيراً دور نادي الأهلي برضو في هذه الأمور إيه يعني أنت دائما ما بتيكي تتكلمني دائما تقولي نادي الأهلي نادي أهلي إيه دور نادي الأهلي برضو عايزين نستعرف إيه هو دور نادي الأهلي أنا بالنسبة لي مش أتكلم على دور نادي الأهلي في حتة الكرطي لأن يعني إحنا عندنا مداربين كبار جداً وعندك أبطال عالم كتير قوي طلعة من النادي الأهلي بس اللي هتكلم عليه اللي أنا تعلمته من النادي الأهلي حتة الأخلاق الرياضية والتزامك بالمبادئ وأن أنت ما تتخلاش عن مبادئك علشان خاطر توصل لهدفك لا توصل لهدفك وانت محافظ على مبادئك وطبعا روح الفن الله الحمراء يعني لعبة الأهلي كلهم مقاتلين فدي حاجة من الحاجات التي تعلمتها من النادي الأهلي هل الموضوع ده حقيقي بمعنى أننا مثلا لما بنيجي نتخانق في الإعلام بنيجي نقول له روح الفن الله الحمراء الناس لقطة التاريق بعض من لا يشجع للأهلي مش فاهمين طبعا الفرق ما بين لكن أنا عايزة كنتي تشرحي حتى في الألعاب الفردية هل روح الفن الله الحمراء دي مؤثرة وبشكل إيجابي يعني اللي ما عاش وما جربش مش حايفهم اللي احنا بنقوله مش حايفهم يعني أن انت بتلعب باسم النادي الأهلي اللي زود الحتة دي عندنا أن احنا كان بيبقى عندنا دوريات بنلعب باسم النادي الأهلي يعني دي مش إنجاز شخصي انت بتلعب دوري فرقة بتلعب باسم النادي الأهلي يعني لما هنكسب ونجيب مركز هيبقى الأهلي جاب مش جي أنا جابت ولا فلان جابت ولا فلان جاب الأهلي جاب فكنا بنستقتل على الملعب عشان الحتة دي أن احنا نخلي الأهلي هو رقم واحد في الدوري ده كانش إنجاز شخصي فدي من الحاجات اللي زودت عندنا الحتة دي ده غير إن إحنا أصلا عندنا الكاراتي لعبة الكاراتي كلهم من أبناء النادي يعني ما عندناش أعضاء رياضيين ما من أبناء النادي السورة دي السورة دي السورة ما كانش سهل يعني واضح السورة دي من أغلى السور بالنسبة لأن هي لها قصة ناس كتير ما بتشوفها بتقعد تضحك بس دي كانت قبل أولمبياد توكيو قبل أولمبياد قصتها إيه؟ إحنا طبعا كان في فرق توقيت ما بين مصر و توكيو فكان لازم نعكس اليوم إحنا كنا منصحا نتمرن الفجر ونفضل قاعدين صحيين عشان نعمل تمرينة تانية على الساعة 11 أو 12 الدور ونفضل مثلا ساعتين كمان ولا حاجة وبعد كده ناكل وبعد كانت تمرينة التالتة ومفروب بقى أن الوقت ده أنام بقى اللي هو الساعة 5-6 مصر اللي هو مثلا على الساعة 4-5 أبقى واصحة بقى تاني على معادة التمرين بتاعي للأسف قبل الأولمبياد كان حصل لي إصابات كثيرة قوي وإصابات قديمة رجعت تاني لأن أنا كنت فعلا كنت بقصة على نفسي جدا جواة التمرين ففي بقى إصابات كانت قديمة رجعت تاني وفي إصابات جديدة ظهرت فكان الوقت الوحيد اللي أنا أقدر أعمل فيه جلسات العلاج الطبيعي هو وقت النوم لأن أنا الوقت التاني بأتمرن فما عنديش وقت أعمل فيه الجلسات بتاعتي فكنت فترة النوم بتاعي هي اللي بأخوضها أن أنا أعمل جلسات لأن أنا مش هينفع وقت تمرين يعني أنا أفتكر آخر تمرينتين قبل الأولمبيكس أنا كان الدكتور مربط لي مشتين رجلي ومربط لي ظهري من هنا وداية دي مربط هالي وراء ظهري لأن كان عندي فيها إصابة جمدة وكانت بتطلع غصبة عني فكان رابط هالي وراء ظهري عشان ما تطلعش ما تطلعش جوات تمنين إحنا بنحاول نحافظ عليها فكنت مربطة كذا حاجة فدي كانت اتغذيت لي لما كنت طلع على التمرين بتاع الفجر وكانت لسه صلاة الفجر يعني أنا صليت وكانوا لسه بقى إيه الرجالة والكابتن والولاد هيصلوا جماعة فوق قلت يا نامي دعاشة أخذني خمس دقائق على جبك يا للدرجة دي فدي من الصور الغالية عليها جدا يعني طبعا واضح جدا الأمور بتبقى ماشية إزاي خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل أستاذ محمد فاروق أحد الناس اللي ليها أدوار مهمة جدا 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 فيما وصلت إليه جيانا فاروق أستاذ محمد فاروق والد جيانا هيكون معنا في الجزء الأخير من هذه الحلقة بعد هذا الفاصل أهلا وسهلا بحضراتكم أمر أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب ضفنا في هذه الفقرة واحنا اللي ضيوف عنده النهاردة الحقيقة لأنه أستاذ كبير الحقيقة الأستاذ المخرج الكبير أستاذ محمد فاروق ووالد طبعا صديقتنا العزيزة وبطلتنا الكبيرة الأستاذة أو الكابتن جيانا فاروق أنا خدت على الأستاذة والكابتن إذن حضرتك الفندم مشرف سعداء بيجود حضرتك معايا أنا أسعد طبعا طبعا أنا أخليك ويعني شرف لنا أن حضرتك تكون معايا على الهواء طبعا يخليك يا حبيب أخبر حضرتك إيه؟ الحمد لله كله كويس؟ كله تماما عجبك الشغل ولا إيه؟ لا الشغل زي الفل بجد؟ عشان أنا نجيبه وقدام حضرتك هنا إيه رأي؟ لا فيه تطويف كتير يعني لا فيه شكل جديد للقناة الآله فعلا أنا فخر لنا فعلا فيه تطوير وفيه حاجات جديدة بأخليك يا فعلا وجيانا فخر لنا برضو وفخر لحضرتك الحمد لله حضرتك الأساس طبعا طبعا أنا فخور بيها جدا وبإصراها ويا صاحبية قلبي طبعا عندك مين تاني؟ عندي نيرفانا برضي لعبت كراتيه بس ما استمرتش أوكي وعندي كابتن طيار أحمد وده كان بطل عالم في الكراتيه والله أه بس بعد ما دخل بقى الطيران وما ينفعش الطيار بقى واخد يعني جيانا يا ما عنيها ورميت ويا ما اتفتح مع عرشيه ويا ما مع كده يعني حكي لنا حكي لنا لا يا شفت كتير واحنا شفنا كتير كمان يعني لدرجة احنا كلنا بنخاف ان احنا نقولنا مصابة لا احسن ما تبقاش في المنتخب ما تبقاش فكان العلاج بيبقى بره وكان العلاج بيبقى بشكل شخصي وعلى نفقتنا احنا وسري وما نقولش انها مصابة لا شفت كتير احنا شفنا ويا شفت بصراحة لا شفت حضراك اشتغلت مع أسادزة كبيرة جدا السيد محمد فاضل السيد سامير سيف السيد زيحي العالمي السيد حسين كمال السيد خالد بهجة استاذنا العمدة صلاح السعداني السيد فؤاد مهندسة السيد ابو بكر عزت السيد محمود عبد العزيز السيد نبيل العبيد السيد معالي زايد اسماء كبيرة جدا كنتوا بتشوفوا الناس دي ولا نعم بابا كان فاصلنا شوية عن الحتة دي يمكن روحت مثلا مرة او مرتين معاه فضول بس يعني عشان كنت بحب انكل صلاح السعداني فمرة بابا أخذني معاه علشان بس خاطر أسلم عليه وخلاص على كده كان بابا شوية فاصلنا عن حتة شغله طب اه لانه انت بابا كانش بابا عندك فضول يعني اصلي دي اسماء يعني اسماء تهز يعني تهز بلاد يعني السيد صلاح السعداني العمدة والسيد فؤاد يعني اسماء كلها اسماء كبيرة جدا نجوم في الدراما ما كانش بابا عندك فضول ان انت باعيز بروح تسلمي على الناس دي والله كان بيبقى عندي بس كنت بنام بدري بقى عشان وعندنا مدرسة الصبح بابا كان بيصار بالشغل وانا بنام بدري يعني افندي اعتقد اسماء كبيرة جدا قدرت تقدر تفصل ما بين العائلة وما بين الشغل في هذا الامر والله هو كانت ايادة كان مبدع عندي يعني علشان ما يعني شغلتنا شغلنا صعبة طبعا وانت ساعدتك عاف طبعا صعبة جدا وتوتر وضغط عصبي فما كنتش بحب انقل ده في البيت يعني بمجرد ان انا مجرد ان انا اقفل مفتاح العربية وطلع البيت بسيب كل المشاكل اه البيت ملوش علاقة ملوش علاقة طبعا الحمد لله يقدر ربنا يوفقني في الفترة الكبيرة ديت من 82 تقعيبا لغاية دلوقتي ان انا افصل البيت لا البيت ده بيت يعني اولادي بقى انا اريح البيت لا انا محتاجة ايام مشكلة اتقحلها اقعد معاهم مع الاسرة كده لكن شغلي لا افصل ده عند اخد تماما يعني معه ما مش ممكن مرة زي ما قالت كده يعني طبعا العمدة ده حبيب قلب الله دي بصحة ولا عافية يا ابو شفير ده حبيب قلبي طبعا ده حبيبنا كلنا وحبيب كل الهلوية وكان بابدو حبيب يا الله بحمد بردو استاذ محمود عبدالعزيزي ممكن عدنا اوقات كثيرة جدا مع بعض يعني نعم والغاية فترة كبيرة جدا كنت احب ازوره ويبقى فيه تليفونات بنا وصل الصبحي طبعا طبعا اسماء كبيرة جدا طبعا سيد محمد الورا ولا قدام الكاميرا ايه الاصعب لا قدام الكاميرا انا ممكن لا ترعش يعني الله اعلم انا فيها ايه دلوقتي يعني لكن الكاميرا غلق دي شغلتي اوك اه لا طبعا الله يكون قدام الكاميرا موضوع مختلف اه لا الكاميرا وحش اه اللي بيقعد قصادها ده لازم موهبة من عند الله سبحانه وتعالى وحضور وكارزمة لا فيه مواصفات كثيرة جدا 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 للقصاد الكاميرا مش موجودة فيها طبعا ولو ان الملك في يوم من ايام الله يبحانه فهي اعرض علي ان انا لازم اشتغل معاه وامثل هو هنسم برضو خلي بالي اوه يعني اوه فضاحي بكل حياته بيعكسوا مني صحابي فاصر وداني السينابيو وعملت معا بروفات وبعدين في الاخر ايه خلعت المدام ما رديتش تلاقيه لا لا مش والله المدام اولا المخيجة بابده وخريجة كلات اعلام طبعا انا ما عاد سيني ما هي اعلام لا ما تدخلوش في يعني بس ايه الفكرة فاندم في ان جيانا تبقى بطلة احمد بطل نيرفانا وصلت ان هي تبقى بطلة لوقت معين وحضراتكو يعني حضرتك والوالدة انتو الاثنين في مجال تاني خالص يعني انتو في مجال كله سهر لا بداية او حياة من الليل يعني لا بداية انا قلت المدام بتاعدي ساعتك بشكورة تعودت ربي العيالي اوكي اعادي في البيت شوفي الولادي وشوفي تبعيهم والحكاية دياته بقيتش مش ملزمة لا لا منقولش كده عشان انا مش عاط في البيت اشان لو جالي حد انا مش عاط في البيت اتكلم لك يعني لا اعادي بقى تشوفي الولاديك وشوف الدنيا ماشية ازاي وهي بامانة يعني عملت مجهود غير طبيعي وتستحق التحية الحقيقة على الهواء انا شوفان بحقية المجهود اللي عملت ربينا يا كاميراب لا تعبت تعبت لا طبعا هي كانت بتحكيلنا دلوقتي لا تعبت وبعدين حبت كمان الكراتيهية اه او بقت كوتشي يعني كانت تكاتشن وفي وجود الكوتشياء اه كانت تكاتشن وتقولها لا ما لقتش كراتيه ايه يا جماعة يعني ما هو بنت وزي الامر وبتاع ما كراتيه ايه لا انا فرحت اه لان جيجي كانت تبكبتها اه هو يتقالي طبعا كشياء اه بشكل ممكن اشباين يعني ما اه فلما قالت لي كراتيه انا فرحت يعني انا فرحت وشجعتها اه اوكي وكنت صبرت معها جدا ومينين ما تروح بقى ايام الاهلي بقى والجمهورية بتاع اسكندرية معها المنصوعة معها المينيا معها بوسعيد معها السويس حضرك معها دايما في كل البطولات اه في الوقت الفاضي في الوقت الفاضي بالنسبة لك البطولات اللي كانت جيانا بتبقى فيها يعني عندها توطر كبير جدا ايه هي البطولات دي لا جيانا يعني كانت اصابتنا بمجموعة من التوترات يعني مجموعة وكان عادة قابل اي بطولة كان لي لازم يبقى في قاعدة بيني وبينها كده قط النوم علي انا وهي ونقعد بقى نتكلم وربنا قال والحكاية والهواية والقوة والشخصية والقوة بتاع ساعة او ساعتين مهم جدا الكلام دي فانم عشان الناس اللي بتسمع حضرتك تعرف دور الاب في هذا الامر ايه مهما كان الاب له اسم كبير ومخرج عظيم وكل حاجة ولكن في نفس الوقت له دور كاب مع بنته والله احنا الحمد لله يعني بتوفير من الله طبعا طبعا مش متعمدة يعني بس كان في بعض الافكار يعني انا كان فكريتي ان هم يرتبطوا بالنادي الاهلي اوك النادي الاهلي التبكيبة انا بعشقها يعني الجماعية العمومية او الناس اللي في النادي الاهلي ناس محتامة جدا على خلق مفيش الصصوط العالي مفيش النفسانة يعني وبعدين مفيش ياكة في التعامل على اللي انا عافهم اولا ما عافهمش يعني فلا احبت اربطهم ان هم صغيرين مع النادي وبعدين ما كانش في دماغنا خالص البطولات ديت انا كان كل المسألة فتت المؤخد اتعدي بطاقة ايجابية ما تبقاش فيه طاقة سلبية ما تبقاش فيه فالحمد لله ربنا كرامنا والامور عادة وجات بالصدفة يعني هي احكت لنا ان هي صدفة خير من الف معادي يعني اللي في دماغنا بطولة ومش بطولة بس تعبنا معها بقى في تجهيزها فعلا يعني يعني بتجهيز البطلة او صناعة البطلة لا مجهود جبار اه البيت كمان البيت مهم جدا جدا خصوصا ان هي موضوع السيدالة دي يعني ان هي خارجة السيدالة وخمس سنين وارا بعد مش مثلا ست سنين ماشي لا ده خمس سنين وارا بعد الحمد لله لا هو بوضو اللي ساعتك كان بوضو كم في دعم دور الام الحقيقة بوضو الام طبعا دي حاجة تانية لا هي كمان جيانة من وصغرها يعني ليه ليه طيب تفكير وكانت تعجبني يعني شخصيا وكنا نقعد نتاقش في حاجات كثيرة جدا يعني صحيح ممكن نكون خط القرار في اللي احنا نناقش فيه بس كنت مثلا ايه خليه اسمع اسمع واللي قريب من اللي انا حقده اقول بص ديكتاتورية القرار لكن الشورى في الامر اعا فلا كان جيانة صحبة القرار اوكي وخاصة لما كان فيه معارضة انها هتكمل بطولة البحر الربية المتوسط جاءت لأيك بابا انا عايز عايز اكمل عايزك تكون صبابة لايه في البيت وبتاعه وكلام ذا كده فعلا بقى السنوية عامة وقنات بطلة عالم الحمد لله الحمد لله يعني وصلنا اللي احنا عايزينه يعني فالتالها هتغزليني فبصراحة طلعت بنت ميت غاجل يعني كبرت اابتي وعملت مجهود غير طبيعي يعني عملت مجهود فعلا في السنة ديت اللي خمس ست الشهور بتوع السنوية العامة يعني اخر يوم في الامتحان كان مفروض تسافر في نفس اليوم ده الصبح اجلولها السفر يعني طلعنا من اللجنة على المطار اجلولها السفر كم ساعة عليك ان تبتسافر معها دايما او مش دايما السفرات كان دايما معظمها اين برا هنا او برا لا اه هنا اه هنا كان مثلا منتخب قال لا اه بين طبعا لكن برا ما كانش كتيب يعني مثلا كان روسيا او او انا شايف عليكوا في دبي في التكريم اا كنت معها اه اه بتصوّر و بتاعو شول جامت فخور بجيانة طبعا اه يعني أكثر من على المستوى الباسمي للاتحاد الدولي الكراتي يصنف أسطورة الكراتي في العالم ده مش الجمهور ولا ده الاتحاد الدولي صنف أسطورة الكراتي في العالم كان في الوقت دي جاب سبعة دهب وبعض حاجة كده يعني طبعا أنا فخور بيها جدا يعني أعتقد أن اللقطة دي برضو وتكريم في دبي أعتقد حاجة محترمة جدا وحاجة جميلة جدا أولا الناس هناك يعني ما شاء الله عليهم يعني حاجة تسعد يعني حاجة يعني الناس فعلا متحضرة جدا في أبو الظابي أو دولة المواطنة عن متن يعني اتقابلنا بحفاوة جديدة كعادتهم وفعلا كان بالنسبة لي مفاجأة برضو يعني من عفشي وبرضو أنا دعايت كتير يعني دعايت كتير جدا في صلاتي إنها أن ربنا يتوج مسيرتها بجازة زيزة أفضل إمارة عبارية رياضية في كتسعيد جدا جدا يعني جيانا برضو ما أنت قاعدة سكتة برضو ما أنت مش عايزة متأسرة يعني لما بأسمع الكلام ده خارج من بابا أو من ماما يعني ببقى أنا اللي فخورة بهم مش هما اللي فخورين إنت اللي شايفة هم عملوا ايه؟ هما ضحوا كتير وتعبوا كتير يعني يا ما خربت تجيب بابا في الويس عشان ما صارف تبارينه هو هم مصوت خلي بالك في الآخر هو بوسي قاعد زيه؟ وعمره ما تزمر عمره ما اعترض نفيش مرة احتجتهم نفسيا أو معنويا أو ماديا لما لقيتهم في ظهري من أهم الحاجات اللي بافتكرها دايما ليهم لحظات الوقوع لحظات الخسارة يعني أنا أفتكر لبابا موقف لما كنت راجع عن بطولة العالم 2009 للأسف في البطولة دي ربنا أراد إن أنا أجيب خامس ما أجيبش معلقش مدالية وكنت بقى خارجة في المطار وأنا راجعة بالدارة بقى وكاتمة بقى العياد جواي وبتاعه وعمل بقى الدارة من الناس وعايز أخرج يعني على البيت فبابا ساعتها خادني في حضن وإحنا خارجين وقال لي تكري اللحظة دي تكري وإنتي خارجة من غير مدالية كين ساعتها؟ كل مدالية دايما أحبت الموقف نفسه أنت عافل لما يعني جيانا بالنسبة لي برضا يعني ليها خصوصية عندي فأنا حاس بيها قوي وهي خارجة كده فطبطبت عليها واخدتها في حضنة وكانت أختها نفينجة عملالها بوكي وابدي حلو وشيك وستقبلناها في المطابط والشياكة وبتاع تلافتك اللحظة دي وانت على الملعب لأن اللحظة دي حتفق مهانك كثير قوي في حياتك والفرق كان كبير أعتقد يا جيانا ما بين اللحظة دي ولحظة دخولك واستقبال أعتقد الكل استقبلك بشكل رائع في فور عودتك من توكيو أنا ما كنتش متوقعة لاستقبال أنا شاهته في المطار بصراحة يعني كنت متوقعا أه هلاقي عيلتي هلاقي إصحابي هلاقي الناس مقربين مدربيني أنا كنت برضو شغالة مع تيم رائع قبل الأولمفيات كابتن عمر سعد مدرب الأحمال البدنية دكتور محمد صفي المعد النفسي دكتور مصطفى حسن دكتور التغذية دكتور أحمد الصاوي دكتور الإصابات والعلاج الطبيعي فكنت شغالة مع وطبعا كابتن محمد عبد الرجال ده أساسي كنت شغالة مع تيم كبير كنت متوقعا هما دول الناس اللي أنا حلاقيهم جوه المطار فأنا خرجة ببص لقي كمية ناس موجودة وجمهور موجود وناس فعلا فرحانة من قلبها للمداليا اللي جات ساعتها حسيت أن أنا فرحتي وأعتقد تكريم على المستوى الرسمي وتكريم على مستوى النادي تكريم على كل المستويات تترمنا طبعا على كل المستويات من أول لتكريم رئاسي لتكريم وزير الشباب ورياضة لتكريم كابتن خطيف في النادي الأهلي لتكريم مؤسسات رياضية تانية ومؤسسات طبية تانية فلاقيت حفاوة فعلا من الجهات كلها بعد مرجعنا الأنبياد الكل كان ينتظر من الواضح يعني أن الكل كان بينتظر أن تكون هناك مثل لسيدة مصرية بتساعد السيدات المصريات الفضليات الحقيقة عارفينهم أنهما من أحسن الشخصيات في العالم ومحسن السيدات في العالم وجهة نظر يعني ولكن نحن نشوف واحدة زي جيانة أعتقد برضو سوز محمد حاجة مهمة جدا جدا ومثل أعلى لكثير من البنات الصغيرين والسيدات الكبار هو طبعا الحمد لله يعني جيانة ربنا وفاء طبعا نواطفين من الله سبحانه وتعالى في البداية والنهاية طبعا بس اللي أنا أقوله لكل الناس يعني يعني أولادكم يستحقوا يعني إحنا عندنا ممكن نطلع زي جيانة ألاف دي حقيقة يعني ممكن نطلع زي جيانة كثير قوي بس إصبروا وخلوكوا صبروا لولادكم يعني إتعبوا البطولات والجمهورية ما بتجيش كده بأحلام لأ ده فيه تعب وفيه تأسير على القصة زي ما قالت جيانة في الفقهة الأولينية إن لأ كان البيت فيه توطف في بطولاتها إخوتي هتحملوا سواء النبفانة ولا أحمد هتحملوا ضغط عصبي كتير جدا 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 على مدى إحنا ما نكلمش في سنة ولا تنين كان في عشرين سنة أطبعا لأ انت تخيل مثلا وقت طويل جدا أحمد أصغر منها بسنتين وهي بدأت من ست سنين يعني من هو عنده أربع سنين لغاية المنبيات وفيه ضغط عصبي في البيت لا هم كمان اتحملوا يعني أنا بشكرهم على الهوى سواء أحمد ولا أني بجانوا طبعا ست كل الولدة لأن فعلا أعمل ألا أنت برضو مش ممكن لا أنا عشكيا والله حاولت ما عملش واسه معرفتش أولادنا يستحق لا طبعا يعني إحنا أنا اللي بقول لكل قصة اتعبوا شوية يعني إحنا جينا على نفسنا كتير طبعا سواء أنا أولا المدامي يعني جينا كتير أول نفسنا وفي أوقات يعني مثلا مصايف صحيح كانت جيانا ديت مثلا منوحش الشلابي كانش فيه مصايف أه لا بثلاث سيني مثلا منوحش يعني تعرف كان ظروف يعني الحياة كلها لما بنا وفقها ووفقنا ونيكحة لا مش مهم مصايف مش مهم مخروجات مش مهم حاجات كثيرة جدا جدا بقى روحي زي ما أنت عايزة وعملت مصايف بقى روحي زي ما أنت عايزة وعملت عايشة طريب انت عودنا بس هيا دي لا يتحامد كثيرا هذا هو الفارق يعني اللي بيعيش الحياة الرياضية دي بعد ما بتبطل ما بتبقاش عارف صدقني كنت أقولي إمت راحت يبطل بقى وينم براحته ويصحب راحته ومش عارف ايه فيش الكلام ده فيش الكلام ده نفسي أرجع ألعب الله العظيم يوم واحد يوم وانا عمري ما لعبت أولمبياد وعلى لعبت بتاعه فما بالك بالناس اللي لعبت أولمبياد والكلام ده كله لكن أنا أقصد أن في النهاية الرياضي اللي متعود على ممارسة رياضة ووصل لهذه المشتويات العالية وأعتقد بتبقى الأمور بالنسبة له صعبة يا جينا جدا يعني أنت دلوقتي أعتقد الأمور بالنسبة لك صعبة الأمور صعبة ويعني مش متعودة على أنها متعودة أن فيه ثلاث تمارين في اليوم راحوا فين دول راحوا فين دول وبعدين برضو يمكن لما أنا تخرجت دفعت 2018 كانت المفروض أن الأولمبياد في 2020 فكان فاضل حوالي سنة وكم شهر على الأولمبيكس فتفرخت طبعا للتمرين جي حصل موضوع الكورونا في الأولمبياد أجلت سنة طب بعد الأولمبياد يعني كنت بعيدت فترة برضو عن مجال الصيدلة أو ممارسة الصيدلة بعد ما تخرجت فأحامي ليه بقى دلوقتي يعني ممكن حد يرجعني معلوماتي اللي راحت شوية بحاول بقى والله يعني الفترة بحاول أتجه في كذا مجال وربنا يكرم بقى أخيرا يا سوز محمد لحليك حبيب توجه رسالة لأن الرسالة نحاكت بتقولها دي كانت رسالة مهمة جدا وبعد كده اسمع جي أنا أقول للناس بشكل عام أقول للناس كلها مثلا يعني أولادكم يسحقوا التعب يعني اتعبوا شوية إحنا عندنا مواهب في مصر غير طبيعية وعندنا وزارة بالدعم فأنتم بس خلكوا دعم يعني أصبروا على الأولاد يعني زيجي عادة أربع سنين ما بتحققاش حاجة المشكلة يعني لما كانت بتلعب كثير وربنا كرامها بعد كده لما نأخذتكم ايه فضلنا في ضهرها في ضهرها في ريفد ماشي في النادي ماشي هنا ماشي تعبنا تعبنا بس الحمد لله الحمد لله وصلنا النتيجة يا رب يكملها يا رب على خير في منتهى الجمال أولادنا يستحقوا نتعب شوية مع أولادنا يعني ابنك انت شايفاه موهوب أو ابنك موهوب لا اتعبوا اصغفوا يعني اصغفنا كثير ما فيش مشكلة إنما في النهاية حيبقى فيش جميل أوي أوي سيسعدنا يعني أنا عرضه الحمد لله الحمد لله أنا محمد فوق داخلت تاريخ والد جيانا فوق لا دي حقيقة يعني عرضه يا رب فدي مكرفئة ربنا لي يعني لا أولادنا نتعب والله عندنا مواهب كثيرة جدا جدا في مصر جدا 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 بس محتاجة الأسرة تكون داعمة وبعد كده التوفير من الله بس في الجهات في النندية في الوزارات في البتاع دي بس انت اتعب اتعب مع ابنك ووسع معاه وشوفه وقر عنيه وخده كده وقعد اتكلم معاه كتير فكل دا على فتك بيه جدا يعني برضو واحد وعشرين سنة من عمينا مش عمارة من عمينا احنا مركزين في مكان سواء لي او لاخوتها صحيح هي اللي كملت كنا برضو كلنا واقع قصة أنا والدتها واخوها واختها يعني اختها من كندا كانت متابعها على طول بشكل مش هقولك كل يوم لا دا كل دقيقة أوكي هالأسرة اللي بتزاق يعني الأب والأم هم اللي بيزرعوا هذا نتمنى من الناس انها تحب ولادها وتدعمهم شوية جان والله انا رسالتي الاول لأي حد رياضي هتمر بلحظات فشل كتير هتمر بلحظات تعب كتير وإصابات كتير وحتيجي في يوم من الأيام هتزهق هتبقى مش عارف انت مكمل ليه بس الأهم من كل دا انت دايما خلي عندك حلم أو هدف وانك ما تيقس لأنه هو اللي كل مكتهد النصيب يعني مفيش حد بيتعب ربنا مش هيددله أنا متأكدة ولو مدكش في الحتة دي هيديك في حتة تاني هو لربنا اللي قال لكل مكتهد النصيب فنصيحتي يريهم ان مهما حيخبطتك وقعتك قمتيني وقف على رجلك وكمل ونصيحتي لأي حد من أولياء الأمور طبعا ما فيش حاجة هقدر ازودها على بابا قالها غير ان لا عمر الرياضة بتأثر على الدراسة ولا الدراسة بتأثر على الرياضة فما تخلوش ولادكو يبطلوا الرياضة بسبب الحتة دي ساعدوهم ان هما يوفقوا ما بين دا ودا ان هما يزبطوا جدولهم ومذاكرتهم مع الرياضة وهينجحوا بإذن الله في الحلقة دي يا رب ان شاء الله بصراحة الحلقة دي من أحلى الحلقات اللي ممكن يكون الواحد عملها لأسباب كثيرة جدا اولا ان انت معاك حد يعني من الصعب ان هو يتم او يتكرر نتمنى ان هو يتكرر كثيرا خلال الفترة القادمة ونشوف هذا المثل كتير جدا خلال الفترة الجاية ثانيا بيقول رسالة لكل المشاهدين اللي عندهم فكر ان ممكن يكون يعني اجي على ابني شوية لا تعال اوقف مع ابنك حتى لو ايه اللي حصل في الاخر هو ابنك يعني ففي النهاية انا بشكر حضرتك جدا يا فندم اللي وقت معنا شرف لينا انه حيث تكون موجود معنا على الهواء مباشرة شكرا يا سيد محمد شكرا جزيلا يا فندم انا بشكرك جدا يا جينا وتمنى لك كل التوفيق وتظالي دائما مثل اعلى لكثير من سيدنا شكرا جزيلا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا والحمد لله ان احنا كان عندنا هذه الحلقة او الجزء التاني من الحلقة الحلقة النهاردة الجزء الاول فيه بصراحة يعني انا طالع اتكلم وانا متدايق من نفسي ان انا هتكلم في هذه الامور وانا معايا شخصية عظيمة زي جيانا ولكن في النهاية الحمد لله قدرنا نطلع من الجزء الاول بان احنا يكون عندنا هذا المثل الرائع اللي امام حضرتكم من اب وبنته او اسرة مصرية الحقيقة ورتنا يعني ايه هي ماذا تعني كلمة الاسرة المصرية بشكل صحيح انا بشكر حضرتكم شكرا جزيلا ان شاء الله غدا حلقة جديدا بالبيت الكديم اشتركوا في القناة